هذا وقد ألقى رئيس الجمهورية إدريس دي بيتمو خطاباً بمناسبة افتتاح معرض المنتجات الصناعية السودانية مثمناً بتطور والتقدم الهائل الذي وصلت إليه الصناعات السودانية داعياً رجال أعمال الشاديين للاستفادة للخبرات السودانية نستمع إلى فخامة رئيس الجمهورية لأول مرة في تاريخ تشاد تأتي شركة بهذا الحجم ومعها وفد رفيع المستوى بقيادة أخي وصديقي نائب رئيس جمهورية السودان الشقيقة الأخ حسب محمد عبد الرحمن بهدف أرض تجاربهم وخبراتهم الصناعية لأشقائهم الشاديين ذلك يأتي نتيجة للعلاقات التعونية الكبيرة بين أخي أمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان الأخ نائب رئيس جمهورية السودان كنت لمرات عديدة في زيارة إلى الخرطوم لكن حقيقة ما كنت أعلم أن دولة الشقيقة مثل السودان لها صناعات ضخمة بهذا الحجم الذي رعيناه في المعرض كنت أتمنى أن تكون هذه القاعة مليئة برجال الأعمال والتجارة الشاديين كنت أتمنى أن يأتوا ويستفيدوا من تجارب وخبرات سودان الشقيقة أتمنى من جميع الشاديين مستهلكين ورجال الأعمال بزيارة أو قرب إلى السودان بتعرف منتجات شقيقتنا السودان الصناعية من هذا المنبر أنني أطلب من رئيسي الوزراء وعمدة بلدية أنجمينة بإكمال الإجراءات اللازمة لمنح قطعة أرضية واسعة للشركة هنا في أنجمينة لكي تقوم الشركة بتحويل خبراتها الصناعية إلى شاد والشاديين أعتقد أننا الأفارق لدينا مرض حقيقة لدينا مرض في البحث عن منتجات أفريقيا لتعزيز التعاون التجاري الأفريقي الأفريقي المباشر ويمكن أن تكون المنتجات الأفريقية أقل سعرا من منتجات دول خارج القارة أطلب من جميع الشاديين زيارة هذا المعرض للتمع والنظر عن المنتجات الإفريقية التي جاءت من شقيقتنا جمهورية السودان ولا تنسوا أن تسألوا من أسعار المنتجات أعتقد أنكم ستتفاجأون كثيرا نظرا لقلتها حيث من اليوم الأسواقنا مفتوحة ستكون مفتوحة للشركة لأرض منتجاتها المختلفة حيث قد رأيت منتجات الشركة ذات الجودة العالية للصناعات السودانية يجب أن نستفيد من تلك المنتجات الجديدة ذات الجودة العالية ونترك تلك المنتجات التي تأتينا من أوروبا مثلا يجب أن نتعاون مع دول أفريقيا مثل شقيقتنا السودان في تعزيز تجارتنا واستخدام منتجات هذه الدولة أنا أستغرب جدا من رجالي الأعمال الشاديين والتجار الذين لا يرون سوى ميزانية الدولة في أعمالهم حيث يجب أن تتخلوا من هذه الفكرة لتكونوا رجال أعمال حقيقيين مبادرين وصناعين لتكون لنا شركات ضخمة مثل الشركات السودانية يجب أن تتخلوا عن فكرة البحث عن ميزانية الوزارات والمفهوم الضيق للتجارة وأمور أخرى لا تليق بكم كالتجار شاديين كيف نتحدث عن التنمية والتقدم وأنتم في هذه الحالة نحن حقيقة بالنظر إليكم والحديث موجه لرجال الأعمال بعيدون كل البعد عن التقدم والتنمية كنا لا نعلم سابقا بحجم الصناعات السودانية وطلبنا حوالي 3500 جرارات 3000 من الهند و500 أخرى من الولايات المتحدة الأمريكية ولا نعلم أن دولة جارة لنا كالسودان لها شركات تصنع الجرارات وسيارات المختلفة مرة أخرى يجب أن نفكر في إنجاح مشروع التكامل بين الدول الأفريقية وخاصة دول الجوار عبر تعزيز التعاون والتبادل التجاري بين السودان وأنا متأكد من أن أخي عمر حسن أحمد البشير له نفس الرؤية حيث قد بادر قبل فترة في منحنا مساحة على مينابر سودان مجانا من أجل تعزيز هذا الغرض وتحقيق مشروع التكامل الأفريقي المباشر ستحب الي ووسط في الشازن الغداء للقناة وخشية